لكن هذه النسبة الكبيرة نتحدث عن 50% كما يقول التقرير 50% من الشعب الألماني هكذا ينظر إلى المسلمين وهكذا يعني يقررون بهذا العداء هل هذا له علاقة بتصاعد اليمين المتطرف في أوروبا بشكل عام وبالتالي يمكن أن نقولنا 50% من الشعب الألماني قريب إن لم يكن من اليمين المتطرف هو أقرب لليمين المتطرف لا يعني هذا الواقع فيه شيء من عدم الدقة في توصيف لأنه يمكن أن نقول أن العداء كان 70-80% والآن أصبح 50% بهذه الفترة يمكن أن نقول أيضا هذا أمر يحتاج إلى مراجعات إلى دراسة عميقة حتى يستطيع الإنسان أن يجزم به أو أن يطرح النتيجة بشكل دقيق جميل لكن حجم العزاب اليمينية أو بالذات الحزب اليمين الشعبوي والبديل في ألمانيا حجم هذا الحزب ما هو؟ يا أخي ليس له هذه الصورة التي تتعلق بالإسلام والمسلمين بهذه الدرجة التي تجعلنا نتحدث عن 50% هناك الواقع أسباب أخرى ثقافية علمية تربيوية توجيهية ليس لها علاقة باليمين المتطرف الذي هو ظاهرة جديدة في عموم أوروبا ويتحرق على هذا الأساس وليس فقط لجاه الإسلام وإنما تجاه كثير من الأمور الأخرى يعني ليس برنامجه فقط عدائي للإسلام وإنما له برنامج بأمور واسعة النطاق ويشكل جزء من الواقع السياسة الموجودة في أوروبا حاليا يعني نحن عندما ننظر إلى مثلا ماكرون في فرنسا وموقفه من الإسلام والمسلمين لا نستطيع أن نعيد ذلك إلى الحزب المتطرف اليميني الموجود في فرنسا وإنما إلى ماكرون وحزبه وإلى طريقة حياته وطريقة الواقع سياسته بالتالي الواقع لا نستطيع أيضا في ألمانيا عندما ننظر إلى الأمر لا نستطيع أن نقول أن هذا الحزب الذي نال في أقصى درجة التي تقول سطلعات الرأي الآن ممكن أن يصل إليها ما بين الخمسة عشر والعشرين في المائة لا نستطيع أن نقول هو خمسين في المائة يمثل الشعب الألماني نعم سيد نبيل الحقيقة فيما يتعلق بالجزء الأخير من التقرير وهو الأهم الحقيقة هو الجزء العملي فكرة توصيات والعمل على تحقيق هذه التوصيات أو نسبة منها التقرير قدم عدة توصيات لعدة جهات مسؤولة عن محاربة الظاهر الخطيرة توصيات إلى الشرطة إلى الجهات الحكومية القضاء وسائل إعلام فضلا عن القطاع الثقافي كذلك ينصح القائمون على التقرير الحكومة بعدم التأخر في تأسيس مجلس خبراء وتعيين مفاوض لمحاربة العداء للمسلمين برأيك هل هذه الجهات اليوم هي أقرب للتفاعل إيجابيا مع هذه التوصيات أو هل الحكومة فعلا ستنقل هذه الرسائل أو هذه التوصيات إلى هذه الجهات المسؤولة خاصة الإعلام وهو سلاح كبير وقوي جدا في هذا الإطار نعم الواقع هذا الشيء يمكن الاعتقاد فيه أو الاستبشار به بأنه جوهر للواقع التقرير ونتائجه والذي يمكن أن يجد الآن صدى أكبر مما كانت تجده نداءات أخرى غير لا تعتمد على دراسات ومواقف الأمر لكن يرتبط إلى حد كبير بتصرفات وعلاقات الإسلامية نفسها يعني الجهات الإسلامية التي يمكن أن تتعامل مع الجهات الرسمية في هذه القضية الآن الأمر موضوع عن طريق وزارة الداخلية على طاولة المفاوضات في مؤتمر الإسلام في ألمانيا الذي ينعقد مرة سنويا والذي يمكن أن ينعقد في أيلول أو في تتشرين أول يعني سبتمبر أو أكتوبر القادم فيمكن أن يناقش هذا الموضوع أيضا ولكن الوزارة الداخلية نفسها الواقع مكلفة بدراسة من جهتها دراسات بغض النظر الواقع عن مؤتمر الإسلام الواقع من طرفها بدراسات حول هذا الموضوع الآن يمكن أن تنطلق التوصية تتحول من توصية إلى الطلب وزاري مثلا من وزارة التعليم العالي أو وزارة التربية والتعليم الواقع أن تعمل من أجل إعادة النظر في المناهج المدرسية والكتب المدرسية وما بقي فيها من أثر لتخويف من الإسلام أو للكراهية المسلمين شؤون الإعلام حرة لا يستطيع الواقع أن يقول وزارة ستوجهها ولكن عندما تتحرك وزارات عدة في وقت واحد من أجل مواجهة هذه الظاهرة في الأصعدة التي هي موضع اختصاصها يمكن أن يؤثر ذلك على الإعلام بشكل عام كما أثر عليه التقرير الآن الصادر بأنه فعلا كان هناك تبني لما ورد في التقرير وتحذير من مخاطر تفاقم الخطر دون اتخاذ خطوات عملية على هذا الصعيد فنعم يعني يمكن أن نقول بأنه يمكن الاستبشار بهذا التقرير وبالطريقة التي وعد بها وبالقوة التي تقف من ورائه وبالتصريحات التي رافقته فور صدوره أن يتحول إلى خطوات عملية ولكن يجب دائما أن نضع في حسابنا أن التحول من وضع إلى وضع لا نستطيع أن نتحدث من خلال مجرد قرار أن يصدر من الوزارة كذا وأن تكون هناك دراسات داخل الوزارة بالشخص المناسب ثم هناك إعداد للقوانين التي تتعلق في الموضوع حتى يصبح الأمر واقع عملي يحتاج ربما إلى بضع سنوات وليس إلى مجرد بضع أسابيع أو بضعة أيام شكرا جزيلا لك سيد نبيل شويب المفكر الإسلامي كنت معي في هذه الحلقة من برنامج مسلمنا حول العالم أشكرك شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام نتوقف عند فاصلا قصير نعود بعده لاستكمال حلقتنا فابقوا معنا اشتركوا في القناة